اشتركوا في القناة 19 فائدة محتملة للريحان 1- تحسين الهضم يعتبر الريحان مفيداً للجهاز الهضمي حيث يمكن أن يساعد في تهدئة القولون المتهيج وتحسين عملية الهضم 2- تقوية الجهاز المناعي يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض 3- تخفيف الالتهابات يحتوي الريحان على مركبات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي 4- تهدئة الأعصاب يعتبر الريحان مهدئاً طبيعياً للأعصاب ويمكن أن يساعد في تخفيف التوتر والقلق وتحسين المزاج 5- تعزيز صحة القلب يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تدعم صحة القلب وتقليل خطر الأمراض القلبية 6- تحسين صحة الجلد يمكن استخدام الريحان في العناية بالبشرة لتهدئة البشرة المتهيجة وتقليل حب الشباب وتحسين مظهر البشرة 7- تخفيف الصداع يمتلك الريحان خصائص مسكنة ومهدئة تساعد في تخفيف الصداع والشقيقة 8- تحسين الذاكرة والتركيز هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الريحان يمكن أن يساهم في تحسين الذاكرة والتركيز وذلك بفضل مركباته النشطة 9- تخفيف الاكتئاب يعتبر الريحان من المنتجات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض المرتبطة بالاكتئاب وتحسين المزاج 10- تنظيم مستويات السكر في الدني تشير بعض الدراسات إلى أن الريحان يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وبالتالي قد يكون مفيداً لمرضى السكر 11- تقوية الشعر يعتبر الريحان مفيداً لصحة الشعر حيث يمكن أن يقوي الشعر ويحسن نموه ويقلل من تساقطه 12- تنقية الهواء تعتبر نباتات الريحان من النباتات التي تساهم في تنقية الهواء من الروائح الكريهة وتحسين جودة الهواء المحيط 13- تخفيف آلام الحيض يمكن أن يساعد الريحان في تخفيف آلام الحيض وتقليل الانتفاح والتشنجات العضلية المصاحبة 14- تحسين صحة العيون يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحسن صحة العيون وتقليل خطر بعض الأمراض العينية مثل الزرق 15- تحسين صحة الجهاز التنفسي يمتلك الريحان خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات وبالتالي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجهاز التنفسي وتقليل خطر الإصابة بالأمراض التنفسية 16- خصائص مضادة للالتهابات يحتوي الريحان على مركبات تساعد في تقليل التورم والالتهابات في الجسم ويمكن استخدامه لعلاج التهابات الجهاز التنفسي مثل الربو والتهاب الحلقي 17- تحسين الهضم يعتبر الريحان مفيدا في تحسين عملية الهضم وتخفيف المشاكل المعوية مثل الانتفاخ والغازات والحموضة المعوية 18- تعزيز صحة القلب يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية 19- تقوية الجهاز المناعي يحتوي الريحان على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي وتساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض 20- تخفيف الإجهاد والقلق يعتبر الريحان مهدئاً طبيعياً ويمكن استخدامه لتخفيف الإجهاد والقلق وتحسين المزاج قد يكون له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي ويساعد في تحسين النوم 21- دعم صحة الجلد يعتبر الريحان مفيداً في العناية بالبشرة حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في منع التجاعد وتحسين مظهر البشرة كما يمكن استخدامه في علاج بعض المشاكل الجلدية مثل حب الشباب والبثور 22- تذكر أن هذه الفوائد قد تختلف في الدرجة والتأثير من شخص لآخر 23- قبل استخدام الريحان لأغراض علاجية ينصح دائماً بالتشاور مع مختص في الرعاية الصحية أو الأعشاب الطبية 23- شكراً لكم على المشاهدي الفيديو ومتابعتكم لقناتي أن تكونوا استمتعتم بالمحتوى وأستفتم منه أذا كنتم طروقكم ما نقدمه على القناة وترغبون بالمتابعة المزيد من المحتوى المفيد 24- ننصحكم بالاشتراك بقناتي